عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وكذا موقف التعويضات المقررة لأهل المنطقة وخلال الاجتماع جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريكة الإماراتي للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم وتضمن الاجتماع واستعراض موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى بمنطقة شمس الحكمة داخل ولاية محافظة مطروح وموقف ما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن وهو ما هو متبقي من عقود يجرى العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها